او مثلا عندي الكابتل بقيسه على الاوبوت بشوفي كل او دولر او الانبوت من الكابتل طلع لي اديه اوبوت سوى او دولر طيب ايه بقى الحاجة التانية انا ايس بقى مالتي فاكتور ماجر او مالتي فاكتور بيبقى عندي بقى اوبوت عندي اوبوت واحد طبعا هو دي انا الاوبوت بيبقى حاجة واحدة وعندي بقى تحت زي مسلا اللايبر والماشينز مسلا دول مهم اكتر من يعني اكتر من واحد كده خلاص بقى بقى بنسميها مالتي فاكتور بروتكتيفتي فانا بقيس اللايبر مع الماشينز مسلا الاتنين دول بلاس بعض ادري من خلالهم اطلع ادي ايه اوبوت او مسلا الايبر والكابتل وانيرجي قدرت اطلع منهم ادي ايه اوبوت فطول مهم اكتر من واحد اكتر من امبوت واحد يبقى كده خلاص بقى تسميها مالتي فاكتور بل اكتبتي طيب ايه كمان بستخدمه برضو فورملا ممكن اعوزها لو عايز احسب بقى البرسنت تشيج البرسنت تشيج انت عبر عن ايه باقيدي اشوف لو انا عندي او 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 مين فيهم افضل او مسلا افضل او مسلا تو ييرز بقى بقى بين تو ييرز تو ويكس تو دايز مين افضل فبعمل ايه باخد او الجديدة بعملها او معنى الولد على الولد طايمز هوندرد طلع دي طبعا برسنت تشوف بقى البردكتيفتي هل هي زادت ولا قلت ولو زادت زادت بقدي ايه ولو قلت قلت بقدي ذا كده بنسبه دي الفورموليز اللي انا هاوز طبعا البردكتيفتي ان شاء الله هتشوفوا دقتي انها طبك سهل وما فيش اي في مشكلة ان شاء الله تبتدي بقى ان اخد جزء كده او الاجزامبل عندي بيولي با ايه أجم ولاتي بيقولي شركة داعت خدورو فاكها ادري بتامل 400 cases of canned peaches و ادري اعمل ايه عندي 400 دا ال output بتاين و بيعمل ايه علب من الخوخ كانت خوخ يعني علب من خلاله ادرياتي عايز اعرف ال labor productivity انا لكل انا قدرت انتق وقال لي انا بشتغل وعندي ومن خلالهم قدرت اطلع 400 cases طيب عايز بقى احسب ايه ال labor productivity احنا قلنا ال productivity دا برا عني يا شباب ال output على ال input طيب ال input حسب هلا هو single factor ولا هو multiple factor او multi factor productivity فانا عندي هنا labor بس فانا فقط عايز ايه single factor فانا هاخد ال output بنسبالي اللي هو كان ايه ال quantilanta اللي اعطى اللي ال four hundred cases دي عملنا divided by ايه ال labor طيب ال labor دا فيه جزئين شبقين انا عندي اربع عمال four workers وكل worker اشتغل ايه half hour one half hour يبقى هو اشتغل نص الساعة انا بعمل four times half انا هتديني two hundred cases per labor hour بصوا بقى اللي هيكتب لي two hundred بس وهيسكت كل دا zero مش تديروا ايهاية خلص الحل كله في الكلمتين دول من غير الكلمتين دول انا هحسبها لك zero انا عايز اعرف two hundred دول عبارة عن ايه لازم تفهمني انك فان غير كده انا مش هحسبها لك صح حتى لو انت عملت بكل المسألة وكتبتها وجدت في الحادة دي وكتبت لي بس ال answer zero انا عايز اعرف productivity دا عبارة عن ايه two hundred episode انا مكتوب اي two hundred cases per labor hour يعني الكل hour labor عشتغلها عشتغلها انا دلوقتي قدرت اطلع كام two hundred cases يبقى انا جبت الكيس دي من ال output وال labor hour دي دا اللي هو ال input ال input دا كان عبارة عن ايه هل هو hours ولا كان dollar ولا كان weight ولا كان meters kilo كان اي نوع ايه يعني الكل ايه انا قدرت اطلع قد ايه فانا كان labor hour لكل labor hour طلعت قد ايه two hundred cases طيب ناخد ايه ناخد ايه انا عندي بقى wrapping paper company produced two thousand rolls of papers one day labor cost was one hundred and sixty dollars المaterial cost was fifty dollars overhead was three hundred and twenty dollars determine the multi-factor productivity هنا بعايزين multi-factor productivity يبقى انت تعرف على طول انه عندي كذا input السرادة الكامك يبقى في ABC المعنى 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 هنا عندي كذا input labor عندي material عندي overhead فممكن يقولك single factor على labor يقولك A calculate the labor productivity B يقولك calculate the compete A the material cost productivity يقولك مثلا C عايز ال overhead productivity و D عايز بقى multi-factor productivity لكن هو هنا سألني فقط على multi-factor productivity هو عايز يعرف لكل input منهم كلهم بقى كل ال input سلة عندي انا قدرت اطلع قد ايه output طيب دلوقتي هو ال input ده هل هو عبارة عن hours ولا هو dollars ولا هو ايه بالظلط هنا سبع انت شايف كده كل ال inputs اللي عندي dollar sign dollars فلوس دفعتهم هنا cost 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 طيب انا خلاص اقدر اجمعهم على بعض من غير ما انا احاولهم لحاجة هنشوف دلوقتي هما لو كانوا مشوا حاجة واحدة او ليونات مش حاجة واحدة كنت اعمل فيها اين طبعا 2000 دي هي ايه ده ال output فانا عندي ال quantity produced دي اللي هي 2000 طيب عندي بها ال labor cost 160 طبعا بنسبالي input المaterial cost plus 50 plus ال overhead اللي هي 320 دول كده plus bound بنسبالي انا ده ال total inputs فانا بعمل 2000 divided by ال inputs دي طبعا لي ايه بقى 3.77 من غير الكلام ده zero انا بقولها لك هو عشان بس ايه تبقى دايما نفكر انا قدرت دلوقتي اطلع ادي 3.77 per dollar input طب ليه المرة دي dollar لان انا هنا كل ال inputs اللي عندي تتكلم على فلوس فهو دلوقتي بيقولك لكل دولار input انا صرفته قدرت اطلع اديه من الدولار ده 3.77 رولز ومن غير الكلام ده يا شباب عبود ان ايه اديك zero ان اي حد بمنتازه لا يقدر يحسب ال productive بس يقدر يفاهمني وفاهمي لا دي بقى دي اللي انا محتاجة توضحها لي طيب حاول نخد example 3 بيقولي بقى compute او سوري اه compute ناسف معلش ناسف بس ابني داخل علي فا اه 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 افت الفيديو ناسف ببيبار بیقة او را مرتبacre لذيه سوري سوري because بقدراتي عندي الـ output 300 units أنا قدرت أعمل إذا قدرت أعملهم إزاي الأول حاجة عندي 8 hours day أنا بأشتغل 8 hours وعندي 3 workers واستخدمت 600 pounds من المaterials وعندي الـ workers do will be hourly 20 dollars والـ material costs دي أنا بأشتريها 1 dollar per pound وعندي overhead cost اللي هي تكليف الغير مباشرة يعني هي عبارة عن 1.5 من الـ labor cost طيب سبع أنتم شايفين كده عندي مشكلة إن الـ input المراضي mixed مختلف يعني شوية أنا عندي وزن وعندي labor معمول يعني شوية جزء منه ونفس الكلام ما ديني المتاريال فلوس يعني ما ديني لها quantity والـ overhead هي بردو معمول 1.5